يعني لا أحد يتمنى أن تساند دماء لكن أستاذ لنا هو يقولون أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقدم أداء غير نمطي أو غير تقليدي وفق مسارات الحكومات العراقية السابقة على قصر المدة التي تولى فيها هذه المهمة اقتحام مناطق ربما كانت من المحظورات أن يتحدث عن حتمية احتكار الدولة للسلاح وفق بناء مؤسسي عسكري وأمني واحد فقط داخل العراق أن يقول أن الأبنية المؤسسية يجب معالجة التصدعات فيها عبر تجفيف منابئ الفساد كما أشرت مشكلات الطاقة يجب أن تحل وفق منهجية متكاملة للدولة بتعاقدات وربما حتى الفيديو التقديم الذي عرضه الزملاء كان يستهدي دكتور مصطفى الكاظمي بالتجربة المصرية في مسارات مختلفة ما الذي حدى به أن يتحول ويقتحم هذه المناطق التي توصف بالمناطق الملقومة؟ اسمح لي أبدأ من كلمة حضرتك ذكرتها الاقتداء بالسياسة المصرية حكمة القيادة السياسية في مصر 2013 في الدبلوماسية الخارجية وحضرتك تعلم كيف كان الموقف آنذاك وكم التحفز والنظر بترقب تجاه مصر وهي تتحرر لكن سياسة الاحتواء والمسار التفاوضي في الدبلوماسية الخارجية سرعان في مدة وجيزة عادت مصر إلى دورها القيادي والريادي فهذه كلمة نقتدي الكاظمي في نفس الوقت الآن العراق ليس من مصلحته أبدا الدخول في الصدامات أو ردود الفعل الحادة الكاظمي التقط هذا المسار ولجأ إلى المسار التفاوضي احتواء الأزمات عبر مجالات عدة لقاءات محاولات لتقريب وجهات النظر لأنه يعرف أنه كما ذكرت لا قدر الله البديل إذا اختار بديل آخر لن يجني العراق منه سوى دم العودة إلى مشاهد الفعل البديل ليس مجهولا البديل يعرفه العراقيون وخبروه على مدار السنوات السبع عشرة الماضية تقريبا بالتأكيد فدخول في صدام مع هذه الميليشيات المسلحة وكم تسليحة اللي رأيناه طبعا حتى أنه الأفراد المصابين أفراد الأمن أكثر صحيح نعم صحيح